موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية للصف الحادي عشر أهنئكم في بداية هذه الحلقة بنجاحكم في الفصل الدراسي الأول وأسأل الله لكم التوفيق فيما تبقى لكم من فترات الدراسة سنتناول في هذا اليوم يا أعزائي درسا جديدا من دروس اللغة العربية وهو سبيل النجاة وهو عبارة عن حديث نبوي شريف سوف نقرأه معا ونحلله ونناقش الأسئلة عليه ولكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد كيف نتعامل مع الحديث النبوي الشريف كيف نفهم ألفاظه وكيف نفهم ما يقصده النبي صلى الله عليه وآله من حديثه وما هي التوصيات التي يوجهها إلى المسلمين هذا ما سنتعرف عليه من خلال دراستنا لهذا الحديث النبوي الشريف الذي عنونا بسبيل النجاة نقرأ معا في البداية الحديث الشريف عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي نحن الآن أمام حديث نبوي شريف نحاول أن نفهم التوصيات التي يتضمنها هذا الحديث ونحاول أن نفهم المعنى الذي أراد لنا النبي صلى الله عليه وآله أن نفهمه ونستوعبه في بداية تعاملنا مع الحديث الشريف لا بد أن نسأل من هم الذين يخاطبهم النبي في حديثه فالنبي تنوع خطابه في حياته ما بين مشركي مكة ومنافقي المدينة واليهود والنصارى والمؤمنين من أتباعه فإلى من يوجه النبي هذا الخطاب نتساءل ما الفئة التي يوجه النبي صلى الله عليه وآله خطابه إليها يمكن أن نحتمل فئتين وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ما خطابه الفئة الأولى هم مشركوا مكة الذين رفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وآله أو المنافقين أو المنافقون الذين آمنوا به ولكنهم لم يؤمنوا به في قلوبهم بل آمنوا به بألسنتهم أما الفئة الثانية فهم المسلمون الذين يؤمنون بالنبي ولكنهم يعصون بعض أوامره إذن هاتان الفئتان من المحتمل أن يكون الحديث موجها إليهم ولكن كيف نرجح بين الفئات كيف نحدد الفئة المقصودة من الحديث بعلى وجه دقيق علينا في البداية أن نلاحظ بعض الأمور التي تتعلق بالحديث والتي تحيط بالحديث منها المناسبة التي قيل فيها الحديث فالمناسبة تكشف لنا الفئة التي وجه النبي خطابه إليهم لأنه قد يخاطب المشركين في مكة وهذا يذكر في مناسبة الحديث وقد يخاطب المسلمين في مسجده وأيضا يذكر هذا في المناسبات كذلك لدينا الصحابي الذي يرويه عن النبي فمن الصحابة من لم يروي حديثا عن النبي قبل الهجرة فإذا جاءنا حديثه نحتمل أنه سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة فنستبعد بذلك مشركي مكة إذ إنهم ليسوا معنيين بحديث النبي في المدينة فإما أن يكون الخطاب موجها إلى المنافقين أو اليهود أو الفئة المؤمنة التي آمنت بالرسول وجاهدت معه الحديث يا أعزائي مروي عن جابر من هو هذا؟ الرجل جابر هو جابر بن عبد الله الأنصار ومن اسمه نكتشف أنه من الأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وكانوا معه في المدينة إذن من خلال ذلك نستبعد مشركي مكة ونبقى على الفئات التي من الممكن أن يتضمنها الحديث في المدينة وفي النهاية نرى الحالة الموصوفة في الحديث النبي يصف قوما جاءوا إليه واقتربوا منه ولكنهم يعصون أوامره يتفلتون من بين يديه ليقعوا في النار وعلى ذلك نجد أن الفئة التي من الممكن أن يخاطب النبي بها في ذلك الحديث هي الفئة المنافقين وفئة المؤمنين العصات إذن بعد تحديدنا للفئة نتساءل تحذير من خطر يتهدد الإنسان وفي الحديث أيضا بيان للسبيل الذي يخلص الإنسان من هذا الخطر ففيما يتمثل الخطر الذي حذر منه النبي وما هو سبيل النجاة منه الخطر هو خطر الضلال والهلاك المؤدي إلى النار والسبيل النجاة هو التمسك بأوامر النبي صلى الله عليه وآله واتباع هديه والتمسك بسنته ننتقل الآن إلى سؤال يثيره في ذهننا الحديث ما هي أهم الصفات التي يتمتع بها العصات لأوامر النبي عندما نقرأ الحديث نجد أنفسنا أمام تشبيه لحال النبي مع العصات بحال من أوقد النار وجاءت الحشرات حول النار اقتربت من موقد النار وأخذت تقذف بأنفسها في النار لماذا جاء التشبيه بهذه الصورة التشبيه يقرب الحال إلى الذهن إذن لكي نفهم صفات العصات لا بد من دراسة صفة الحشرات عندما جاءت الحشرات إلى النار وألقت أنفسها فيها لم تكن تنوي الانتحار لأن كل مخلوق يسر الله له أن يبعد نفسه عن المصائب ويبعد نفسه عن الهلاك إذن لا بد أن هذه الحشرات كانت غافلة عن عاقبة اقترابها من النار إذن من الصفات التي نستطيع أن نستشفها من هذا الحديث للعصات أن العصات غافلون عن النار وغافلون عن الآخرة ومن صفاتهم أيضا أنهم يتبعون الشهوات المهلكة لأن الشهوة هي التي أرسلت الحشرات إلى النار وكذلك الشهوة ترسل العصات إلى نار جهنم ومن صفاتهم أيضا عدم معرفتهم نتائج مسلكهم فلو كانوا يعرفونه على وجه اليقين لما ألقوا بأيديهم إلى التهلكة ولابتعدوا عن النار وأطاعوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله ننتقل إلى السؤال التالي ما الدور الذي يرسمه الحديث للنبي صلى الله عليه وآله يوضح النبي من خلال الحديث دورا يقوم به في المجتمع فما هو هذا الدور نقرأ الحديث معا مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا إذن هذا الرجل أوقد النار لماذا يوقد الرجل النار يوقدها لكي يستضيء بنورها في الليل أو يتدفأ بحرارتها ويحمي نفسه من البرد إذن هذا الرجل قام بإيقاد النار لكي يفيد الناس فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ثم تأتي الوظيفة الثانية وهو يذبهن عنها إذن النبي هدى الناس إلى السبيل وراقب الناس وأشرف على اتباعهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه وعلى ذلك يتمثل دور النبي صلى الله عليه وآله في هداية الناس وإنارة الطريق الإيمان أمامهم وذلك من خلال إشعال النار في الحديث الدور الآخر هو الحرص على عدم سلوك الناس طرق الانحراف والضلال وذلك نفهمه من ذب النبي للحشرات عن النار السؤال التالي هو تساؤل عن أبرز القيم التي نستنتجها من الحديث النبوي الشريف عندما نقرأ أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن نسأل أنفسنا ما هي القيم التي يعبر النبي صلى الله عليه وآله فيه هذا الحديث لماذا يجب أن نسأل هذا السؤال لأن النبي يريد منا أن نستلهم قيم الإسلام وقيم الإسلام موجودة في القرآن الكريم وموجودة في حديثه صلى الله عليه وآله إذن فلندرس معا الحديثة ونستنتج منه القيم عندما نقرأ الحديثة بتركيز وإمعان نستنتج القيم التالية نستنتج أولا ضرورة الالتزام بأوامر النبي صلى الله عليه وآله لأنه يحاول ذبنا عن النار إذن يجب أن نتبع أوامره كي لا نغفل ونقع في النار كما تقع الجنادب والحشرات في النار فتهلك القيمة الثانية يجب علينا التعرف على تبعات الأعمال لأننا إذا لم نتعرف على تبعات أعمالنا سوف نسير في الحياة بلا هدى وسوف نضل ثم نهلك ونلقى في نار جهنم إذن علينا أن نتعرف على تبعات أعمالنا وأن لا نقدم على عمل نعلم أن آخره الهلاك القيمة الأخيرة عدم اتباع الشهوات المهلكة الشهوات الإنسان قد تجلب له المنفعة فشهوة الطعام والشراب والنوم تجلب المنفعة للجسد ولكن الإنسان إذا اتبعها وأسرف فيها فإنها تؤدي إلى هلاك الجسد لذا فعلى الإنسان أن لا يتبع الشهوة بكله بل يحافظ على نفسه وعليه أن يضبط شهواته وأن يأخذ منها النافع ويترك المهلك وهذه من القيم التي نتعلمها من حديث النبي صلى الله عليه وآله ننتقل إلى السؤال الذي يليه في ضوء الحديث السابق ما إحساس النبي صلى الله عليه وآله تجاه الناس الذين يخالفون أوامره ويعصون نواهيه يتضح من خلال المثال المذكور في الحديث الشريف أن النبي يخاف على أمته ويحزن حزنا شديدا على عصيانها لأوامره كما يخاف الرجل على الجنادب والحشرات من الاحتراق في النار لذا إحساس النبي تجاه الحالة المعروضة هو يشعر النبي صلى الله عليه وآله بالحسن الشديد على مصير الذين لا يتبعون هديه وقد وصف هذه الحالة رب العالمين جل وعلا بقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا باخع أي مهلك فالنبي وصل إلى مرحلة من الأسى والحزن على الأمة بحيث اقترب من الهلاك بسبب الحزن الشديد على ضلال الناس وعدم اتباعهم لهديه وسنته السؤال التالي قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيما تتفق الآية الكريمة السابقة مع الحديث الشريف الآية الشريفة يا أعزائي تكشف مدى حرص النبي على قومه وأنه يحزن لضلالهم وكذلك الأمر في الحديث الشريف كما بينا في السؤال السابق إذن يتفق الحديث الشريف مع الآية في بيان مدى حرص النبي صلى الله عليه وآله على قومه وخوفه عليهم من الناق وهذا يكشف مدى رحمته صلى الله عليه وآله وحبه الشديد للناس لماذا تنجذب بعض الحشرات للنار حتى تهلك يبدو أن هذا السؤال سؤال علمي لا علاقة له بالحديث ولا علاقة له باللغة العربية ولكن كلما ازدادت معرفتنا للمشبه به ازدادت معرفتنا لوجه الشبه المضروب في الآية أو في الحديث الشريف الجنادب والحشرات تنجذب إلى النار وهذه قضية حيرت العلماء ولها تفسيرات عديدة من هذه التفسيرات ذكور الحشرات تنجذب للنار لأنها تظن أن إناثها بالقرب منها فإناث هذه الحشرات تجذب الذكورة عن طريق أشعة تشبه الأشعة المنبعثة من النار التفسير الآخر تستخدم الحشرات ضوء النار لتحديد اتجاهاتها عند الظلام ولكن بمختلف التفسيرات النتيجة واحدة عند اقتراب الحشرات من النار تفقد بصرها نتيجة الحرارة الشديدة فتقع في النار ما وجه الشبه بين العصات والحشرات في الحديث الشريف كما بينا بعد معرفتنا لأسباب وقوع الحشرات في النار وجه الشبه هو كلاهما يسير في طريق الهلاك بدافع الشهوة وهو يظن أن فيه صلاحة حتى إذا وصل إلى نهاية الطريق اكتشف سوء العاقبة وهلك الآن يا أعزائي ننتقل إلى الثروة اللغوية لنناقش بعض الألفاظ في الحديث ضع مفرد كلمة جنادب في جملة مفيدة لكي نتعرف على المفرد لا بد أن نرجع إلى المعجم لنبحث عن معنى كلمة جنادب وسوف نكتشف من خلال بحثنا في المعجم أن الجنادب نوع من أنواع الحشرات كما هو واضح في الصورة وهذه الحشرة تقفز مسافات طويلة وهي تشابه الجراد إلا أنها لا تطير ومفرد جنادب جندب بعد معرفتنا لذلك نضع كلمة جندب في جملة مفيدة فنقول على سبيل المثال صرير الجندب في الحديقة يضفي على الليل جوا جميلة الصرير هو صوت الجندب صل بين الجمل في المجموعة ألف ومعاني الفعل ذبه في المجموعة باء ذب الغدير ما معنى ذب الغدير هل نحاه وطرده أم دافع عنه جفه أو يبسه نكتشف من خلال السياق أن الغدير يجفه لذلك معنى الفعل ذب هنا بمعنى جفه ذب النبات والنبات لا يطرد ولا يدافع عنه إذن المعنى هو يبسه ذب الرجل الفراش وهو المعنى الذي ذكره الحديث الشريف بمعنى نحاه وطرده وأبعده عن النار ذب الرجل عن أخيه بمعنى دافع عنه استخرج من المعجم معنى حجزكم الواردة في الحديث إذا رجعنا إلى المعجم في مادة حجزة سوف نقرأ التالي وهذه من المعجم الوسيط الحجزة موضع شد الإزار من الوسط وموضع التكة من السراويل ويقال أخذ بحجزته أي التجأ إليه واستعان به ورجل طيب الحجزة عفيف ورجل شديد الحجزة صبور وهذا كلام آخذ بعضه بحجز بعض أي إنه متناسق متماسك وجمع حجزة هي حجز من خلال المعنى في المعجم نتساءل وردت عبارة وأنا آخذ بحجزكم في الحديث الشريف فهل تعني ما كان مكتوبا في المعجم أي التجأ إليه واستعان به هل يتفق هذا المعنى مع قول النبي صلى الله عليه وآله وأنا آخذ بحجزكم السياق يمنع أن يكون المعنى هو ما قرأناه في المعجم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يلتجئ بالناس لكي يحمي نفسه بل هو يمسك بحجز الناس لكي يحميهم إذن يجب أن نراعي السياق قبل المعجم نأخذ من المعجم معنى الكلمة ولكن عندما نأتي لتفسير الكلام يجب أن نراعي السياق يا أعزائي ننتقل الآن إلى بعض الجوانب الفنية في الحديث الشريف ونتناول بعض جوانب التذوق الفني وضح الأسلوب الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وآله لإيصال المعنى إلى المخاطب استخدم النبي التمثيل عبر النبي صلى الله عليه وآله عن المعنى من خلال تشبيه تمثيلي قائم على تشبيه حاله مع العصات بحال من يبعد الفراش عن النار التي تريد إحراق نفسها فيه إذن من وسائل إيصال المعنى إلى المستمع التشبيه وتختار التشبيه المناسب أو نمط التشبيه المناسب للمعنى الذي تريد إيصاله والنمط التشبيه هنا هو تشبيه تمثيلي حدد الصورة البيانية في قول النبي صلى الله عليه وآله وآنا آخذ بحجزكم عن النار ما هو أو ما هي الصورة البيانية في هذا الجزء من الحديث قلنا بأن هذه العبارة تعبر عن محاولات النبي ثني العصات عن إلقاء أنفسهم في التهلكة إذن يجب علينا أن نوافق بين هذا المعنى وهذه العبارة ولا يكون ذلك إلا إذا قلنا بأن هذه العبارة هي كناية عن محاولة النبي صلى الله عليه وآله إنقاذ الناس وإبعادهم عن النار التي سيلقون أنفسهم فيها بسبب أعمالهم المخالفة لهديه صلى الله عليه وآله لضرب المثل في الحديث الشريف غرض سامن ناقش ذلك إن ضرب الأمثال في المناقشة نقول يقرب الصورة إلى الذهن ويرسقها في النفس خاصة إذا شبه الأمر المعنوي غير المرئي بالمادي المرئي المجرب لأن الإنسان عندما يقرب المعاني المعنوية من خلال تجسيدها بأمور مادية تتضح الفكرة في عقله بشكل أكبر أو قدت النار فجعل الفراش يقع فيها أو أو قدت النار فجعل الفراش يقع عليها أي التعبيرين السابقين يؤكد هلاك الفراش ولماذا سر الفرق بين التعبيرين هو في حرف الجر نجد في الأولى حرف الجر فيه وفي الثانية حرف الجر على وسوف ندرس إن شاء الله معاني حروف الجر لنكتشف أن فيه تفيد الظرفية تفيد الإحاطة الكاملة أما على فهي تفيد الاستعلاء أي أن الفراش وقع فوق النار ومن الممكن أن ينجو الفراش إذا مس النار لبرهة من الوقت وطار إذن العبارة الأولى أكثر تأكيدا على الهلاك لأن حرف الجر فيه يدل على إحاطة النار بالفراش الواقع أما الحرف على فيدل على الاستعلاء ويمكن للفراشة مس النار والابتعاد عنها في تلك الحال إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية حلقة اليوم آملين أن نكون قد قدمنا إليكم مادة مفيدة وقربنا الحديث إلى أذهانكم الجميلة وإلى أن نلقاكم في حلقات أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة